دينا بقى نتكلم عن أهمية هذا الحدث إن احنا بنتكلم على حدث العالم كله منتظره كل قنوات الدول المتقدمة والعالمية منتظرة بترقب علشان تنقله ده أهميته إيه؟ ده بيقول إيه للعالم؟ نعم هو طبعا الحدث ليه مجموعة كبيرة من الدلالات وليعلم من أهمها أول حاجة بيبين إزاي الحكومة المصرية والإرادة المصرية والدولة المصرية قادرة إن هي تحافظ على أثارها وترسها وحضارتها وإن هي تنفذ موكب نقل المميوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف قومي الحضارة المصرية في الوسطات بكل العظمة دي بكل التنظيم والدقة وعمل ترميم للمميوات والصيانة ودراسات حديثة وشعة تشخصية وكل الدراسات الدقيقة أجريت عن المميوات دي قبل عملية النقل لتتجه إلى مقرها النهائي في متحف الحضارة في الوسطات المميوات زي ما حدث ذكرت خرجت من اللوصر 1881 دوت التاريخ الرسمي لإعلان عن كشف خبيئة الدير البحري كانت موجودة في مقبرة 320 بعد كده نقلت وإنكشف عن خبيئة أخرى في مقبرة الملكة منحوته بالتاني برضو من ضمن المميوات اللي حتنقل النهاردة بإذن الله في المقبرة رقم 35 في ودي الملوك عسر على خبيئة أخرى تضم حوالي 12 مميوات بالإضافة للمميوات العسر عليها في الدير البحري تم نقل المميوات دي في النيل ساعتها كان رئيس نصلحة العاديات ماس بيرو وبعت المساعد بتاعه إميل بروجش وأحمد بشاكمال ونقلوا المميوات في النيل ودخلت القاهرة حتى كان في حاجة ظريفة مرتبطة وعبية النقل نفسها إنه كان قبل الدخول القاهرة في مكان لدفع المكوث أو الرسوم يعني الرسوم المرور فالموظف مش عارف يدخلهم باية ما عندهش بند في الدفاتر بتاعته يقول المميوات دي تخش باية بند فالرئيس بتاعه قال له دي دخلها مش دول محنطين دخلهم باسم ساعة مملح ساعة متملح بنعمة تحريطة وكمان فدخلهم بهذا الاسم واستقرت المميوات بتاعت الملوك العظام ديان في متحف بولاء لحد ما جاء في ضمن النيل مرتفع فغرق المتحف وبالتالي نقل كل الأصار في المتحف بولاء والمميوات إلى سراي إسماعيل في الجيزة دلوقتي مقررها حديقة الحيوان في نهاية حديقة الحيوان بالزبط ثم مع افتتاح المتحف في المصري في التحرير 1902 نقلت المميوات ولكنها لم تعرض مباشرة إلا في عام 1958 المميوات استقرت في المتحف المصري ما يقرب من 140 سنة تقريبا المشروع فكرة النقل نفسها يعني هي فكرة قديمة ربما من 2019 بداية التفكير العامل في عاملية النقل نفسها ومن هنا تم تشكيل فرق مصرية متخصصة في عاملية الترميم من أسريين ومرممين مصريين لدراسة كل مميوات ومعرفة أماكن الضعف وأماكن القوة وإيه اللازم في عاملية النقل مصري تقريبا يعني ما تكلفتش التكلفة العالي دين لكن جبنا كل الأدوات المطلوبة جبنا مواد تستخدم في عاملية التأمين والأمان وتقليل الصدمات وإن يعني صفر أي مخاطر للمميوات دين بعضها من شركة فرق العالمية يعني التوابيت اللي هيتم نقل المميوات فيها بأيادي مصرية 100% وحسب المقاييس العالمية 100% وحسب المقاييس العالمية حتى الفترين اللي هتعرض فيها المميوات عنده الوصول في المتحف قامل الحضارة معدة يمكن ما فيش متحف في العالم عنده مثل هذه النوعية من الفترين العرض المميوات الزاز شفاف جدا ومش باين أنه فيه إطار بيحيد بالمميوات وكان المميوات معروضة في مكان فضاء مفتوحة وده عرض جديد بالنسبة للمميوات وتم طبعا وضع المميوات داخل كابسولة مملوئة بغاز الخامل وغاز النيتروجين دوت للعزل والتعقيم وكمان منع أي اهتزازات وكأن ما فيش أي اهتزاز تتعرض ليه هذه المميوات أثناء الموكب اللي هتحرك من التحرير إلى الفستوات للمكان الأخير فمصر الرسالة الأولى أن احنا عندنا قدرات مصرية أيادي مصرية خبرات مصرية في المجال دوت نقدر نحرك مميوات ومواد عضوية يعني تستدعي الدقة احنا نجحين نعمل حاجة كده حاجة تانية أن احنا بنعمل نوع برضو في نفس التوقيت دوت نوع من الدعاية والترويج السياحي للأرض المصرية والحضارة المصرية والإبداع المصري لكل العالم لأن حضرتك أسمها العالم كله عنده نوع من الشغف بالأثار المصرية والحضارة المصرية في حاجة فيه مصطلح حتى موجود في غوربة مش من دلوقتي من قبل كده اسمه الإيجيبتومينيا الهوس بكل ما هو مصري بالمصريات بمعنى سهل عشان كده ما فيش جمعة في العالم كله إلا فيها قسم لدراسة علم الإيجيبتولوجي علم المصريات وبرضه بأكد مش تحيوزا لكن ده الواقع ما فيش دولة في العالم كله عندها علم بيحمل اسمها غير مصر إيجيبتولوجي علم المصريات باسم مصر عشان كده ده بيعمل لما يكون عندنا أكتب من 400 قناة عالمية وكالة وغيرها من الصحف وإقناة المحلية والعربية وده كله بيحضر عملية النقل يعني ده دعاية مكسفة بيجعل مصر داخل كل بيت على مستوى العالم في نفس التوقيت أثناء بس الحدث نفسه على الهواء مباشرة ده كله بيين برضو عظمة الحضارة المصرية قديما وحديثا وعظمة المصري اللي هو عنده الإرادة قديما وعمل كل الإبداع دوت من بجال الأسار والترس والحضارة والأداب والفنون والطب والصيدلة والعمران والبنيان والسلام والحرب ومصر كان متميز جدا فيه وده عندنا شواهد لا مكلمش كلام حكايات لكن ده الأسار بتثبت كل هذه أيوم